من المهم لك كمستثمر أنك تتعرف على حقوقك والاتزاماتك وتتعرف على القوانين والتشريعات اللي تنظم أنشطة الأوراق المالية بإضافة إلى التعليمات اللي تصدرها بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي وكل ذي علشان تحمي حقوقك كمستثمر مع أطراف الاستثمار من شركات مدرجة وتداول ووساطة ومقاصة وأيضاً التزاماتك على هذه الشركات شنو هي حقوقك كمستثمر؟ التصرف السهم يعني تبيعه في أي وقت حضور الجمعيات العمومية والمشاركة في التسويت على القرارات في هذه الاجتماعات الحصول على أي حقوق متعلقة بالأسهم مثل الأرضاح النقدية والتوزيعات الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفير مراقبة أعمال مجلس إدارة الشركة ورفع دعوة مسؤولية على أعضاء المجلس الاستفسار وطلب المعلومات اللي ما تضر مصالح الشركة وما تتعارض مع أنظمة بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي عليك مستثمر أنك تعرف كافة المعلومات اللي ممكن تأثر على سعر السهم مثل الإفصاح والتداول وسلوكيات المخالفة والممارسات المضللة وفي نفس الوقت تعرف التكاليف والرسوم والالتزامات اللي مترتبع عليك مع هذه الجهات في حال احتجت أنك تبلغ عن الاحتيال أو ترفع شكوى لازم تتأكد بأن المشكلة تتوافق مع المعايير وهذه المعايير هي أن تكون الشكوى عن المنتجات والخدمات اللي تقدمها بورصة البحرين وشركة البحرين بمقاصة أن تكون الشكوى ضد جهة مرخصة من قبل بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي وأن تكون الشكوى مبلغ عنها مسبقاً عند الجهة المعانية بالشكوى وبتم معاينة الشكوى بعد مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ التقديم في حالة تقدمت بأي شكوى بتم أرسال أقرار بالاستلام أول ما يتم استلام الشكوى وبعدها بتم معاينة الشكوى خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الشكوى بعدها راح يعطيك مسؤول الشكوى التحديثات عن أي مستجدات متعلقة بهذه الشكوى اللي تم الإبلاغ عنها في موعد ما يتجاوز 30 يوم من تاريخ السلام الشكوى تأكد من صحة المعلومات اللي بتبلغ عنها وحاول تحدث المعلومات والتواريخ إن أمكن علشان تتهل عملية مباشرة الشكوى بإمكانك تتواصل مع مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين من خلال موقع البورصة اللي هو بحرينبورس.com أو تزور مقر البورصة أو تتواصل مع تطبيق تواصل أو البريد الإلكتروني complain at bahrainbours.com أو عن طريق الاتصال على الرقم 1710-8776 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة